بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانتس احمد فكر محمود مركز شمكة معلومات الجامعة تصيب يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفعالوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله نبذة مختصرة عن بنك المعرفة المصري اولا ندخل على موقع البنك www.ekb.eg هتظهر الشاشة الرئيسية الخاصة ببنك المعرفة المصري لابن الشاشة حضرتكم بظاهرة باللغة العربية لو حبيت احاولها الى اللغة الانجليزية من الشاشة الرئيسية اضغط على انجليش لو حبيت ارجحها الى اللغة العربية مرة اخرى من الشاشة الرئيسية اضغط على العربية بنك المعرفة المصري حضرتكم يعتبر اكبر مكتبة رقمية في العالم بتقدم مصادرا غير محدودة وحصرية للمصريين بنك المعرفة المصري دي عبارة عن مبادرة اطلاق السيد الرئيس عفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام 2014 يتضمن حضرتكم بنك المعرفة المصري اربع بوابات فرعية اولا البوابة العامة للناس بتوفر حضرتكم الوصول الى جميع الموارد العامة واخر الاخبار في كل مجال وبها الاف الكتب والفيديوهات التعليمية في المجالات العامة دي طبعا عشان اسجل في هذه البوابة اللي هي البوابة العامة تتطلب فقط بطاقة الرقم القومي البوابة التانية حضرتكم اللي هي بوابة الخاصة باساتيزة الجامعات والطلاب اللي بيتوفر كل المصادر الاكاديمية بالاضافة اننا بتخلينا ممكن اوصل الى البوابات الاخرى بتحتوي حضرتكم هذه البوابة على الاف دوريات العلمية بالاضافة الى مئات الالاف من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة طبعا عشان اسجل في هذه البوابة حضرتكم بتطلب ان يكون عندي بريد الكتروني جامعي اللي هو في ال اي دي يو البوابة التالتة حضرتكم بوابة الطلبة والمعلمين دي بيتوفر مصادر تعليمية خاصة تتوافق مع المنهج الدراسي طبعا حضرتكم لو كنت طالب دي بيتوفر لي الكتب والاف من الفيديوهات الخاصة بالشرح شرح المقررات الدراسية طبعا عشان اسجل فيها حضرتكم بسجل كمعلم او كطالب البوابة الرابعة والاخيرة حضرتكم اللي هي خاصة بالاطفال دي طبعا من عمر ست سنوات الى 14 عام دي بتوفر انشطة ومصادر تعليمية وترفيهية وطبعا بها العديد من القصص والالعاب التعليمية عشان انشي حساب للطفل لازم الحساب ده يتم عن طريق احد الوالدين اولي الامر كما يوجد في بنك المعرفة المصر حضرتكم مئات من ورش العمل والندوات التدريبية مقدمة من افضل بيوت الخبرة يعني فيه ورش عمل تدريبية حضرتكم لعضاية التدريس في مصر مقدمة من افضل بيوت الخبرة العالمية فانممكن اسجل في اي ورشة تدريبية او اي دورة تدريبية يبا حضرتكم بنك المعرفة المصري اهم شيء انه بيتكون من اربع بوابات فرعية اللي هي بوابة عموم القراء لو عامة الناس وبوابة اساسيس الجامعات وبوابة الطلبة والمعلمين وبوابة الاطفال سنشرح في فيديوهات قادمة ان شاء الله كيفية التسجيل سواء كنت طالب جامعي او استاذه جامعي ودي حضرتكم كانت نبزة مختصرة عن بنك المعرفة المصري لأيجيبشيان نوليج بانك اتمنى ان نكون نشرح واضح مفهوم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته